في هذه القائمة رفعت الرأي البيضاء فتحت البوابات على بركة الله تعالى وانطلقت الجياد والأفراس المنتجة محليا عمر أربع سنوات فأكثر مفتوح لجميع الدرجات في شوطن الثالث على مسافة الألف وثمانمائة متر ومقدار الجائزة سبعة ثمانية وسبعون ألف ريال والتقدم يأتي في هذه اللحظة لحراوي السعد في المقدمة الذي دخل أولا في جهاز الانطلاق يبدأ السباق في المركز الأول التراث الثاني ودحام الثالث لازال حراوي السعد لسموه لمي فيصل من خالد بن عبد العزيز يتقدم بقيادة عبد الله سليمان العظيب في المقدمة لإضافة انتصار في سجل وكذلك المحاولات تأتي من البقية التراث وكذلك مبتهجة وأشاهد دحم يحاول ولازال حراوي السعد ومن الخارج شلحاط يحاول كذلك حراوي السعد في المركز الأول مركز الثاني التراث والمركز الثالث شلحاط شلحاط يتقدم المركز الثاني في هذه اللحظة مع محاولات من الخيام من الداخل ومن الخارج وشاهد جايز المرشح الأقوى للفوز في هذا الشوط يتقدم شيئاً فشيئاً بقيادة عبد الجاين حراوي السعد يحافظ على التقدم بداية الخط المستقيم والتقدم يأتي الآن لجايز المرشح الأقوى للفوز في هذا الشوط جايز يتقدم جايز ابن الموشع مع محاولات لحراوي السعد الآن حراوي السعد وجايز جايز يتقدم جايز يتقدم لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز مع محاولات من حراوي السعد حراوي السعد يحقق المركز الأول بكل قوة